مرحبا بكم معي في فيديو جديد اللي غيكون شامل على جميع المؤسلات اللي دارت معاكم من قبل غنبدو بالعسل غنحساجو ليه قالب ديال السكر ثلاثة الكيسان ديال الماء حامضة مسكة حرة غنبدو بالكيسان ديال الماء ونديرو ثلاثة الكيسان غادي نخليو هيبات ليلة كاملة غنحصلو على هاد النتيجة من بعد تنكليلة كاملة يعطينا كيكون العسل ديالنا على سكر ديالنا على هاد الشكل غننديرو ليه حامضة اللي غنقطعوها على هاد الشكل كي الناس اللي غيستعملو سانيدة نفس الطريقة غادي ديرو سانيدة وغادي ديرو ثلاثة الكيسان ديال الماء غني نديرو الغاملة ديالنا تغلى على نار متوسطة وغنبقاور راقبو لسل من بعد مما كتغلى الجاملة هانت هانتو ما كتشوفو الحامض خاصو ياخدو كمقاوم راقبينو باش ما كيت كاراميليزاش معانا بزاف اه كنراقبو وغي الحامض من الحامض ديالنا غادي نعرفو ان الاسل بقى اغاية راها طاب من كي حمار لنا كي بقى ياخدو واحد اللون دهبي ويبقى غادي وكي حمار كنا عرف ان الاسل ديالي راه طاب لياه كيف ما كتلكم الناس اللي غادي استعملو سانيدة راه نفس الطريقة غي ان مما كتغلوها شتبات يمكن لكم استخدموها ديك الساعة ماشي بحال القلب ديال سكار خاصو يبات ليلة كاملة باش كيت حل معايا كمقا راقب الماء العسل ديالي هانتما انا را ما كنغطي لها جميلة ما كنغطي لها كنغطي لها كنغطي لها لحتى حاجة كنخليها جميلة مارية وكل شي كندير في هذيك الحامض ديالي حتى كي يغلم زيان وكي بدي يختار انا كنغطي بغي الحامضة باش مما كنغطي لها كالتا كتحمار را كنعرف ان العسل ديالي راه طاب العسل ديالي اخدا هاد اللون هانتما يلا شفتوا اللون ديالو راه اللون كيكون غادي اللقهيوي ديال الكاراميل لون الكاراميل انا غنوريكم الحامضة ديالي كيفاش شكل ديالها اني كتوصل هادا الشكل وهاد اللون كان عارف انا العسل ديالي راه طاب يعني احنا طول المدة اللي كان طيبو فيها العسل كان نرقبو غير الحامض من الحامض كان عارفو انا العسل ديالنا راه طاب من بعد انا غالي نوريكم القوام ديال العسل كيفاش القوام ديالو كيفاش انا طلع معايا تبارك الله مزيان وثقيل طقيل يعني صيب 8 نوش حمن وصفا اه غالين انا بعد ما اغلى العسل ديالي غالينزيد ليه معي القا راس معي القا صغيرة ديال اه مسكة الحرة اللي عنده حبيبات غاليدير جوج حبات بالضبط لان المسكة الحرة كتقصح يعني دي مرضو البل مع المسكة الحرة في جميع الواصفات ديالكم يعني لابغيتو الحاجة تكون مقرمشة مزيان كتزيدو شوية المسكة الحرة لابغيتو في القياس القطرية كتديرو القياس ديال المسكة الحرة يعني انا لاسل ديالي باش ما يتكرى ما يليزاش ديالي بزاف كندير جوج حبات بالضبط منزيدش اليهم من بعد ما دهت المسكة الحرة ديالي انا غادي نوريكم القاوام ديال لاسل انتم مرة كيجي خاتر وكيجي وصفة ناجحة مئة في المئة دابا غادي ندوز معاكم غادي نصيبوا العقدة ديال اللوز اللي غا نحتاج لها كيلو دياللوز مئاتين وخمسين جرام ديال السكر غلاسي جوج حبات ديال المسكة الحرة كاس عنب ديالزبدة دوبة انا هاد اللوز راه اغسلتو مزيان بالمابرد سلقتو في كاسرول اه فقدرت لي قياس المحتس يتغطى كان سلقو في الكاسرول كان فسخو ومن بعد كنخليه نشوف ليلة كاملة الا غا بغيتو تخدمو بالبريوات ديالكم في الاشياء يعني مكليكم تخليوهم مثلا من صباح وما تخدمو العقدة ديالكم حتى الليل يعني انا راه تقريبا نخليتو ليلة كاملة نشوف عدم لغتليه اه تحنتو على هاد الشكل هانتو مشتو القاوام ديالو كيفاش داير من بعد انا راه هادي تقريبا كيلو اللاروب ديك مياتين وخمسين جرام ديال اللوز اللي بقتلية غالي نشدها غالي نقليها في الزيت زيت اللي كتكون اه دافية وكان ندير فيها اللوز ديالي كيتقلا يلا الله كيبدا يحمر شوية كي ياخد داك اللون الدهبي كنحيد اللوز ديالي من المقلع لان اللوز كيفما كتعرفو را كيزيد يطيب كيطيب من بعد راسو يعني كيكمل طياب ديالو يعني اللوز ما يمكنش تخليو تيت تحمر في فسط المقلع يعني من الاحسن تحيدوه قبل باش ما كي ما كي تحرقش لكم هايس لا تحرق كيعطي ديك المرورة عندما دا با انا غنوريكم ها راه ها ها دي رابعة ديال اللوز اللي قليتها في الزيت هانتم مشتو اللون ديالو انا راه هاد اللون اللي خدارة هانا خرجتو شوية قبل كان يالله غا دي لدهيبي خرجتو من بعد را كمل لي طياب ديالو يعني تحمر مزيان يعني اللوز باش مقيلة تحمرتوه بزاف كي يجي كي يعطي ديك المرورة وكي خياب المضاق ديالو يعني من الاحسن تحيدو اللوز ديالو بقي شوية دهبي انا هاد اللوز غا دي متحنو هنزيدو على اللوز الاخر اللي غا مسلوقو متحون انتم مشكل ديالو كيفاش داير هاد اللوز اللي اللي غا سلقت وطحنت وهذا اللوز اللي قليتو في الزيت يعني طحنتو انتم مشتو القوم ديالو في طحانة قريبا ها دي مئتين وخمسين جرام غنزيدهم مع بعضياتهم غنزيد عليهم كاس ديال زبدة هي باش غا دي مدوبة كاس العنبة هي باش غا دي نجمعها العقدة ديالي وغا نزيد لهم مئتين وخمسين جرام ديال سكر سقيل وغا نزيد راس المعلقة ديال مسكة الحرة المقادير غا مضبوطة غا تلقوها في صندوق الوصف ديبا غا دي نغرب السكر سقيل باش ديك الحيب الحبيبات اللي كيبقوا في تالي ما كي ديرو مجيوناش في ديك ديالنا ديال باش دينا العقدة مع الكا يعني غا دي نغرب السكر سقيل ديالي هنتو ما ضروري ما كي بقو لكم دي الحبيبات يعني ضروري تغرب له السكر من بعد غا دي نزيد لها راس مع القا ديال مسكة الحرة كما كلكم جوج حبيبات تل ثلاثة في العقدة ديال نلوز بالنسبة للأسل لا جوج حباتك كافيا باش ما يتقارش لنا لأسل ديالنا بزاف غا نخلط بالزبدة بشوية بشوية ما كنخويهاش دقة وحدة كنبقى شوية بشوية وانا كنخلط العقدة ديالي حتى كتدخل المقادير كلها في بعضياتها يعني بشوية كنزيد الزبدة بتدريجيا وانا كن نجمع العقدة ديالي كست زبدة كافي تقريبا كتجي هنا العقدة حكا بها تشكل هيا غاني نعود نزيد نجمعها من بعد غاني نديرها كويرات باش غاني نصيب لها بها البريوات لحسب اللوز كي الناس اللي غادي يزيدوا شوية ديال الزبدة حيث كين اللوز اللي ضغياء كيكون كيطلق لي دم ديالو كي اللوز اللي لا يعني كيكون شوية ناش يعني انا بالنسبة لي كاست تلعن بعد الزبدة مدوبة كفاني ده بغاني نوريكم الورقة ديال البسطلة كيفاش غادي نقطعها نقطعها طريقة غادي تكون انا غادي نديرو حبات صغير ورين يعني الحجم يمكن لكم انتو ما تحكموا فيه كيف ما بغيتوا بغيتهم كبار بغيتهم صغار متوسطين يعني الطريقة باش غادي هدي الطريقة انا باش غا نقطع يعني يمكن لكم انتو ما تزيدوا في في الحجم ديال ديال البريوات ديالكم كيف ما كتلكم بغيتهم متوسطين صغار كبار كل واحدة على حسب الضوء دياله أنا غنضيرهم صغار غنستمر بتقطع ديال الورقة ديالي كلها بنفس الطريقة حتى نكمل الورقة ديالي كاملها كبار كلها هاد هاد كيلو دياللوز راح رجلية واحد كميه هائلة من من البريواس ودك شليشة طليا رغاني قدرت به استيقار رغانوريه لكم في الاخر ديال الفيديو من بعد مما غني نقطع الورقة ديالي بهات الشكل غنستمر في تقطع من بعد غني نجمعها في بلاستيك بلاستيكة اللي غني نحتفظ بها باش ما تنشوفش لي الورقة ديالي يعني كنخرج غري واحد جوج ولا ثلاثة اللي غننخدمهم ديك الساعات مني كنساني هم كان عاود نجم بد هادو كل اللي قطعت عندما كان طوي الورقة على العقدة دياللوز كان كمكتلك مو كان ديرو قياس دياللوز كان دخل جنيه باس مزيان كان عمر جنيه باس مزيان باش باش جيني البريوة كلها عمرة طريقة باش كان طويها بها الطريقة كان دخل ذاك الورقة اللي شط دياللوز دياللوز ديال البريوة طريق هادا هو الحجم اللي اختاريس انا انتم مختاروا الحجم اللي بغيتو غنعودن معاكم محدة اخرى باش تشوفوا الطريقة تصدري جيال هادا الجنب اللي كيشد كندخلو كي الناس اللي غي كيدخلو وما كيديرولو حتى حاجة كي الناس اللي كيديرو شوية دياللوز الطحين كي خلطوهم كي تجيب حل واحد العجينة وكي سدو بهم البريوة ديالهم الطرق بجوج زع ما وخاكك ما كتحل معاك البريوة ما حتى حاجة يعني بحال حال يعني اختاروا الطريقة اللي عجبتكم يا اما تقشوها غي هاكاك يا اما تديروا العجينة هاكا بحال شكل ديالل بوماد وكتسدو بها ديالالعجينة ديالالطحين مع الماء وكتسدو بها البريوة ديالكم انا غني نخليهم في مقلالي زيت ديالها متوسطة على عافية متوسطة باش كيد تخلي الطياب كالطب معايا البريوة من الداخل ومن الخارج من بعد غني نعسلهم على هالطريقة كنخليهم مزيان حتى كي شربوا ديك العسل مزيان من بعد كنصفيهم ما نعودش لكم را عمسي تبارك الله خرجوا مع الكين وشربوا ليدك العسل من الخارج ومن الداخل يعني العسل دخل معهم حتى الداخل يعني من كتسدو البريوة كتحس بها تبارك الله من عسلة ومعلكة ومقرمشة من الخارج غنستمر في القلي وفي في تعسل ديال البريوات ديالي حتى كنسالي الكمية كاملة ها ديال البريوات كما قلت لكم را كيلو تبارك الله خرج ليه كمية هائلة غالي نقدم طبق ديالي على هات الشكل كتمنى تجربوا هاد الوصفة ديال البريوات وبسحاول راحة لابا غالي ندوز معكم للمعسلة الثانية بالنسبة المقادير اللي غاليت ندرو بها البليغات غنحتاجوا نسكيلو ديال الطحين الفورس نسكيلو ديال الزنجلان الحمر عندنا خمارة عندنا جل معلقات ديال الزيترومية عندنا قبصات الملحة المزهر معلقات صغيرة عندنا راس معلقة ديال نسكة الحرة مايبعادي الجوج حبيبات ديال المسكة الحرة عندنا صفر بيضة جوج معلق كبار ديال زبدة مدوبة عندنا جوج معلق كبار ديال القرفة بالنسبة المقادير مضبوطة غالتلقبوها في صندوق الوصف يعني انا هاد الوصفة كنت دايرها معاكم هاد المعسلة دابا في هاد الفيديو عودتها معاكم عودت معاكم المعسلات كاملين يعني المقادر مضبوطة غالتلقوها معايا في صندوق الوصف اول حاجة غالين بدو بها هي غالين ناخدو نسكة ديال الما غالين ديروه معاكس ديال المزهر وغالين ديرو الروح ديال الزهر غالين ديروهم يدفو شوية باش غالين خلطو بهم الوصفة ديالنا يعني غيك يبدو يدفو ما كنخلوش المازهر يسخن عالم زيال باش باش ما يخسرش لنا العجينة ديالنا يعني ما غيكون غي شوية دافي يعني تحي كيد فو شوية الله كي بدو يسخنو كننزولوهم من فوق النار باش غالين خدمو بهم العجينة ديالنا جوج قطرات ديال ديال الزهر الروح ديال الزهر كتعطينا واحدة نسمة زوينا في البلاغات غالين غرب طحين الفورس ديالين نسكيلو ديال الطحين الفورس ديالي انغربلو مزيان باش ما يكونوش عندي دوك الحبايباز حي الضروري الطحين وخاك تغربلوك يبقوش حبيباتها كرقاقي كي اللي كي بغي ديال نفس كمية ديال الطحين مع كمية ديال الزنجلان انا كنفضل ديرو نسكيلو ديال الطحين مع رابعد مع مئتين وخمسين قرام ديال الزنجلان باش دك الزنجلان مكيبقاش يتفرس معانا بزا الى دا تنسكيلو فنسكيلو كيبقى الزنجلان يعني كيبقات العجينة كده يهرب من هالزنجلان انا هدا تعليق ديالي على هاده هاده البلاغات يعني من الاحسن نديرو اه زنجلان ما يكون نصف كمية ديال الطحين غادي ندير جوج معي لقات ديال اه الزيت جوج معي لقات ديال القرفة قبصد الملحة سفر ديال بيضا غادي ندير اه معي لقات اه راس ما معي لقات صغيرة ديال المسكيل الحرة ما يعادل جوج حبيبات جوج حباس ديال المسكة الحرة يمكن لكم تحنون مع سنيدة عاد ديرهم الوصفة غادي الخمارة ديالي كاملة غادي نخلط في النواشف هي اللولة غادي نخلط في النواشفة 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 غادي نستمر في نفس الطريقة حتى تدبق معي العناصر بزيان مع بعض ديتها من بعد غادي نبدأ نزيد اه نخلط العجينة ديالي بالمزهر كما قدرت لكم و الماء كاس ديال المزهر مع نسكس ديال الماء مع جوجة طرات ديال الروح ديال الزهر يعني هما باش غادي نخلط العجينة ديالي غا نستمر بنفس الطريقة غا نقندلك وندخل العناصر مع بعض ديتها اه حتى تتجمع معي العجينة ديالي اه من الاحسن تكون عجينة رطبة يعني نحاولوا ما تنقص حوش لعجينة باش تكون سهلة معنا في التقطع بالنسبة لكمية ديال الماء ومع مزهر را على حسب اه الطحين ايز كين الطحين اللي كيشرب الماء وكين الطحين اللي كيحتاج كمية كثيرة من الماء يعني كسب قال المزهر و الماء على حسب الطحين يعني تقدروا تحتاجوا انكم تزيدوا في المزهر و الماء على حسب الطحين انا غا نوريكم العجينة ديالي كيفاش كيفاش اه اه ارطبة بعد ما مدلكتها يعني ثم راها ارطبة مطلوقة يعني ما قصها ما ارطبة بزاف يعني باش تباش تجيني سهلة في التقطع هنقطع بها الطريقة من بعد غالي نديرها في السلوفان و غالي نحتفظ بها في التلاجة المدة ساعتين عادي مكليا نخدم بها هنخليها ترتاح في التلاجة من بعد غالي نجبدها و غالي ننخدم بها من بعد ما ارتاح تلاجينة ديالي في التلاجة غالي نجبدها غالي نتلقها بالمثلك يعني من الاحسن تكون نرقيقة غالي نستمر في التلاجة حتى نحصل على السلوك اللي بغيت انا يا في في اللي بغيرات ديالي ترجمة نانسي قنقر انتو مرة كنضربتها دوك الجنيبات باش تجين فيها نفس نفس القياس في جنيبات الجنيبات اللي كيبقوا ليه في في كنقطع بالجرارة يعني دوك الجنيبات كنحيدهم هذي الطريقة اللي عادية اللي كيدروها جاعة الناس يعني كتتخدمي بالجرارة طريقة تقليدية دي البلغات يعني كنقطعها هكا مستطيلة من بعد غني نقطعها على شكل مربعات غادي نشكلها على هالطريقة طريقة ره بسيطة وسهلة يعني في متناول الجميع يمكن اي وحدي مبتدئ ره يمكن ليه يصيبها يعني كنجمع دوك الجنيبات وكنقرصوها من لوط وكتجي سهلة ولديدة تقريبا بحالها تقريبا نفس العجينة بحالها بحال بحال شباكية هذي كتجي سهلة وكتجي بكمية كتيرة سبارك الله أنا غادي نوريكم طاوارات قريبا خرجت لي شي ثلاثة طاوات على هذا الحجم بالنسبة نستمر بانا ما استمرت من نفس الطريقة حتى اكمل الطاوات دي اللي كاملين اول طاوة صيبنا هي اللي غادي نبدأها في القلي غادي نوريكم اه قياس ديال الزيت اللي غادي ندير ندوم تقريبا طفال ديالي تجد تقريبا قريبا تعمل غادي نديرها على عفية متغسطة اول طاوة اللي صايبتي اول طاوة اللي غادي نبدأ في القلي ديالها يعني كان اول طاوة اللي بديتي بها الخدمة اه غادي تبدي بها هي اللولة في القلي وكتلي اخر حاجة مع اخر اه طاوة اللي صايبتي في الخرخصة تلتة هي في التالي يعني نبدأ انا نديرو مسك لو راح تشو انتم لا لاحظوا معي ان الزيت يالله بدتك تسخن يعني ما سخوناش بزاف يعني كي طيبو خاصومي طيبو اه بخاطرهم لاني لا جهدتو ولا كانت زيت تسخونة من الول كي بقاوا لي خضرين من الداخل يالله كيتحمروا من الخارج وكي بقى لداخل الخضر يعني زيز من الاحسن تكون اه يالله بدتك تتفا كتديرو فيها البلاغات ديالكم وكي ما كتلكم على عفية متوسطة انا غاستمر بهالطريقة حتى نستف البلاغات ديالي كاملهم من بعد هاي بدتك تسخن معاي وكتغلى يعني انه الطياب كيبقى غادي البلاغات ديالي غادي نكيطبوا بشوية بشوية لهم على خاطرهم حتى كيدخل لهم الطياب من الداخل ومن الخارج كيجوا مقرمشين من الخارج وكيجوا طريين من الداخل انا غاستمر بنفس الطريقة حتى يطيبوا معايا البلاغات ديالي يعني ثم بدوك يتحمروا غا نزولهم من الطيفان من الطيفان وغادي نديرهم نيشان هما سخان في العسل ما غاستش نسخن العسل ديالي لانه هما هما طايبين وسخان غادي يسخنوا لي العسل وغادي تطلقها يعني يعني العسل اصلا ندرت وتقيل يعني غادي ايه مني غادي نبدن نديرهم في العسل غادي يرتقي يتطلق معايا ما غادي حتى نسخنو غا نخليهم مزيان حتى يتعسلو كان غادي نخوي الطاوة ديالي تقريبا تقريبا كاملها في هذا العسل حتى يشربوهم زيان ومن بعد غا نستمر بنفس الطريقة غادي نقلل ما باقي ديال الطاوة كاملين وغادي نعسلهم بنفس الطريقة من بعد مني كان ديال القليه الخرا يعني كنخلي لبريوات ديال البليغات ديالي كي تأسلو مزيان باش كيشربو لي العسل مني كتقرب طيب لي القليه الخرا كنحيدهم من هاد العسل وكان بدن نصفيهم يعني من الاحسن انكم تخليوا آآ البليغات يشربو مزيان لعسل باش كيشربوه مزيان المدة اللي كتكون آآ آآ القليه الخرا ديال البليغات كتقلى ديك المدة كاملها انا كنخليهم يبقوا في العسلح باش كيشربوه مزيان من بعد ما شربوه العسل مزيان ده ما غادي نشدهم غادي نصفيهم شبيكة في شبيكة على هاد طريقة يعني كتحاولوا تخليوا العسل يهبط مزيان منه باش ما كيضعش لكم العسل وما كي ما كي آآ وتخليوا شوية القياس الباقي ديال البليغات يعني كنخل كنصفيهم هاكا تاكي هبط لعسل مزيان وديك ساك نديروه في شبيكة باش كي تصفو ديال من داك العسل ويمكن لي العسل اللي بقالية في في شبيكة ديالي بعد ما استقتره يمكن لي نعم بنستعمله باش نعسل بيه المباقي ديال البليغ هزا كما اكتلكم غا نستمر بنفس الطريقة غادي نعم بعد ما اكتب لي القليه الثانية غادي نعود ناس لها وكي ما اكتلكم كنخليهم يشربهم زيان لأسل باش يدخل فيهم زيان خصوصا مني كيكون هاكا البليغات سخاني نخرج تيوم اني شمق لا يعني كي كي شربوا العسل بواحد درجة عالية وفي نفس الوقت كنديل القليه الاخرى حتى هي على ما كي شربوا معايا حتى هما العسل وعاديك ساعة كنعود نصف فيهم ونضيفهم الاخرين اللي في شبيكة تاني ديال الشبيكة باش يتصفوا من ذاك العسل يعني تقريبا نفس الطريقة غادي نستمر فيها حتى نسالي ذاك القدر كامل ديال البليغات ديالي هانتوما وفي التالي كنحصلوا له هاد النتيجة وكنتمنى لكم بداية هاد واشكل نهائي ديال الطبق ديالي وتنتمنى توضربو هاد الوصفة بالبعد غادي ندوزو للمقروط المقروط اللي غادي نحتاجو لي من السكيلو ديال السميدة رقيقة ولا متوسطة غادي نحتاجو معلقة كبيرة نحتاجو جمعها ديال الطحين باش غادي جمع لنا ديك سميدة غادي نحتاجو نسكاس ديال الزيت مع نسكاس ديال زبدة مدوبة مخلطين عدنا كاس ديال الماء عدنا قبصة ديال الملحة عدنا فانيا هاد المقادر هي باش غادي نخلطو سميدة ديالنا هادي نديرو كما اكتلكو انا عود معاكم المقادر نسكيلو ديال سميدة رقيقة ولا متوسطة فانيا ما يلقى كبيرة ديال الملحة ما يلقى كبيرة كبيرة ديال الطحين الفورس كما كلكم هالطحين الفورس غا يساعدنا انا العجينة ديالنا تجمع معنا غادي نبسو سميدة ديالنا بالزبدة من نسكاس ديال الزيت مخلطين مع بعضياتهم اي زيت نباتية يعني غادي نخلطوها مزيان غادي نبسو بها السميدة ديالنا نبقى تدريجيا هكا حتى ندخلو في هادي كالزبدة كلها غا نستمر بهالطريقة حتى تدخل فيها الجميع العناصر وتجمع مع بعضياتها من بعد غادي نبقى نزيد اه الماء ديالي تدريجيا كاس ديال الماء اللي غادي نجمع به السميدة ديالي هندخلو تدريجيا حتى نحصل على العجينة ديال السميدة اللي خاصة تكون آآ مطلوقة إلا كان سميدة ديالكم كتشرب المبزاف يعني ديرو كاس ونص كاس ونص انا كنظن غادي تكون كافية للسميدة ديالا إلا كنت ما كتشربش المبزاف او اللي كتشرب المبزاف سمحوا لي يعني خاصكم ديرو لها كاس ونص إلا كنت سميدة بحالي عندي عادية زعمام زيانة راها كاس كافي أنه تجمعوها من بعد غادي نخلي سميدة ديالي في التلاجة لمدة ساعتين عادي مكليا نستخدمها بالنسبة لسميدة خاصة تكون مطلوقة أنا راها آآ سميدة لقيتها أنه شربت لي دك دك الماء يعني حتاجيت كيف ما كلكم كاس ونص ديال الماء يعني غا نعود نخلطها بهالطريقة لان بش ما كانت سميدة عندكم شوية مطلوقة بش ما كتزيكم العملية سهلة بش تصيبوا المقروض وكي يجي معكم الديد وغرطي طب ده ما غادي ندوزو نصيبو العقدات ديال التمر اللي غادي نحتاجو لها آآ نس كاس ديال آآ اللوز مقلي ومتحون غا نحتاجو واحد جوج معها ديال الزنجلان جمعها ديال القرفة مع القا كبيرة ديال الزبدة جوج قطرات ديال الروح ديال الزهر بالنسبة للعقدة ديال التمر غادي نبدو بزنجلان غنضيفو آآ اللوز لك آآ لي مهرمش مقلي ومهرمش غنضيف آآ مع مع القا ديال آآ القرفة حتى مع القا ونص على حسب كل واحده على الدوق ديالو كيلي كيزيد التزعتار ولا يعني المنسيمات هالي من المنسيمات يعني كاختيارية غني نزيد مع القا كبيرة ديال الزبدة إلا بغيتو تضيفو الزعتار ولا ولا آآ البسباش ولا رهم زيان مع كينتا اشكال غادي تزيدوا جوج مع القاة ديال مظهر انا نسي سمعت شو من يكون شو اللو ديال الوصفة آآ على في جميع الاحوال غا تلقوا آآ المقادر مضبوطة في صندوق الوصف انا جمعت العقدة ديالي جت على هات الشكل من بعد غاني نقطعها بها الطريقة غاني نديرها حري بلات على هات الشكل من الاحسن ستعملوا حري بلات يكونوا رقاقين رقاقين حجم يكون رقيق لان من بعد كتديروها وسط سميدة يعني كيكون محتاجة انه الحجم يكون آآ يكونوا رقاقين ما يكونوش غلاد باش يعاونو كون في 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 تقطع وميجوش غلادين على السميدة اللي غادي نصيبو انا استمرت بنص طريقة حتى صيبت الحري بلات كاملة بعد ما وجدت الحري بلات ديالي على هاتشكل لبا غادي نغطيهم بوراق سوفوان وغادي نخليهم يرتاحوا لما يوجد لي سميدة ديالي كان نحفرها من الوسط من بعد كنديرو ستمنها داك الحربول ليل تمر غادي نجمع عليها سميدة لعجين ديال سميدة حتى كتغطى كلها يعني ما خاصش يبقى قاعد تمر كيبا ليا من الخارج من بعد غا نشكلها على هاتشكل كنزيدها وساني نرققها من بعد غا نقطعها على هاتشكل يمكن لكم تديرو بزافة الاشكل اه على كين اللي كيستعمل الطابع كلي كيديرها طريقة تقليدية انا كتعجبني الصراحة كلي كيديرو هم هكا مربعين يعني نفس طريقة غيب غيجو سقطعهم طوال ولا مربعين كاتب قدرتها دي طريقة تقليدية كتديروها كيفما غي كيفما ورسكم كديرو العجين ديال سميدة كتحطو فيها وسط بنا الحربول ديركم كتجمعوها كتقطعوها على القياس اللي بغيتو كينا الطريقة الخرا اللي كنخدموه بطوابع كيجو على هاتشكل انا غاني نوريكم كيفاش كديرو العجينة باش والنوع ديال الطابع اللي استعملت نسبة للطابع استعملت هاد الطابع الطريقة بسيطة يعني كتوك يجي سهل في تحضار يعني كتشدو لسميدة كتديرو اسمن هادا كالحبيريبي الصغير ديالكم كس تلفوها كفو اسمن يديكم من بعد كتوركو الطابع ديالكم عليها كيخرج لنا الشكل اللي اللي اعطانا طابع ديالنا يعني كينا مجموعة ديالة ديالة الطابع اللي ممكن لكم تستعملوها كتجي رائعة وكيجي شكل ديالها زوين عدنا هاد شكل اخر ديالة مرشم حتى هو اه زيما صراحة عملي وزوين وكيخرج لكم اه ثلاثة الاشكال يعني صراحة اه بسيط واي واحد يمكن ليه يخدم بيه كيجي حتى في شكل رائع انا غنستمر بنص طريقة حتى نكمل اه كاعا اه المقروط ديالي من بعد كنخشيفه فران على حرارة اه متوسطة معنى ما كنخرج طوا ديالي كنعسلها بهالطريقة انا كيعج منينا خصة المقروط كنعسلوه فوسط الطوا ما حدو سخون باش كيشرب لي اه لأسل كيتعسل مزيان غنستمر بنص طريقة حتى نعسل المقروط ديالي كامل غير واحد النصيحة بنص قبر ما تبدوو التعسل من الاحسن تشوفوا ان المقروط ديالي لكم ما يكونش لاصق مع طوا حيتي لأسلتو غادي زيدي لصق يعني من الاحسن كنحركوا دوك المقروط مني يلا كنخرجوهم من الفران كنحركوهم شوية باش كيتحيدو علابة كيبقوش لاصقين مع الطوا عادي كالساعة كنبدوو نعسلوهم اذا عسلتو وهو اه ما حركتوهم شو من بليستهم معك يكونوا لاصقين كتزيد العسل كيزيدو الصقو بالعسل ديالي يعني درت بزاف ديال الوصفات درت بزاف ديال معسلات العسل اللي صيبت معكم في اللول ديال الفيديو اه ومازال شاطلية يعني بقالية مازال شاطلية شحمل حاجة منو زي ما درت اه ما زلت تعملتو من بعد شحمل حاجة اه هاد زوائد ديال اه اللي بقتلية من المقروط ديال العقدة ديال التمر وديال العقدة ديال اللوز غنوريكم الهر ديال الفيديو انني صيبت منهم حريب لات صغير ورين باش صيبت صيجار اللي غالي نوريه معكم اه تبعو معايا يعني كما قلت لكم دا كشي اللي شاطلية ديال العقدة ديال اللوز ديال شحري بلات صغير اه باش غنصيب بيه الصيجار غالي نوريكم دابة كيفاش غالي نقطعو الورقة ديال البسطيلة غالي نطويها على جوج هكا بها الطريقة من بعد غالي نطويها على اربعة غالي نزيد نطوي الورقة ديال البسطيلة ديالي على هاد الشكل باش كتعطاني الشكل ديال موت اللات من بعد غالي نقطعها من هاد الجنب على هاد الشكل غنوريكم كيفاش طويب ديال الورقة ديال البسطيلة ديالكم بحيث غات تعطيكم هانتو مكتشتوها ثموت اللاتات في حال هاكا غالي ندير العقدة ديالي للوسط غالي نجمع الورقة هي اللولى غالي نتنيها هنبقى جمعة جنيبات وانا كن نطويها بهالطريقة طريقة بسيطة كتعطينا صيجار مجموع ما تخافوا منه من يتكونوا تسقلي وما تخافوا منه انه يتحل حتى حاجة هنعود معكم العملية ديال الطي غالي نطوي الجنيبات ولاي لو بغيشوا تديروا لي هاد حالها هالطريقة كتعطينا والول كتجيبوا جنيبات عندكم نفس الوقت كنبقى شد الورقة من جنب وانا كن نجمعها من جنب وانا كن طوي كندخل ديك الجنيبات باش كيدخلوا لي الوسط ديالي صيجار ديالي فيجي على هالطريقة من يكا تقلي وما تخافوا منه لانه يتحل حتى حاجة انا ما سدي سولة بطحين ولا بالنسبة العقدة ديال الطمر اللي شط معايا من المقروض حتى هي دلتها سيجار بنفس الطريقة غالي نطوي السيجار ديالي عندما اذا ما عرفتوش كيفاش كان نحرب له آآ العقدة هانتمو بها الطريقة غالي نجمع الورقة ديالي البسطلة ديالي على السيجار ديالي على العقدة ديالي وفي نفس الوقت كما قلت لكم كان نبقى نشمع جنيبات وكان طويها بهالطريقة طريقة بسيطة وسهلة وما كتخافوش ان استيجار ديالكم يتحل معكم ما كيتحلش نهائيا مني تكونو كتقليل يعني غالي نستمر انا بنسط طريقة حتى نكمل العقدة ديال الطمر ديالي كاملها آآ غالي نوريكم آآ الى كانت كوم الورقة ديالي البسطلة بهالطا بهالشكل يمكن لكم تقطعوها مثلاتة على هالشكل يعني بتها الطريقة كجيتة هي بسيطة وسهلة والحجم كيمكن لكم تحكمو فيه واش بغيتو السيجار يكون آآ طويلة قصيرة يعني كيمكن لكم الحجم كيبقى اختياري انتم اللي كتحكمو فيه غالي نعود لنا وريكم المرة اخرى كيفاش غالي نطويو السيجار ديالنا كنجمعو دي مجنيبات وكبقى غالي نوكن طويو يعني آآ حتى كن نجمعو السيجار ديالنا على هاتشكل كما اكت لكم انا غالي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل قاع الحربلات اللي عندي ديال الصيجار ديالي من بعد غالي نوجد المقلة ديال الزيت باش نقليهم وغالي ناس لهم تابعوا معي حتى الاخرد الويديو بالنسبة الحربلات ديال ديال اللوز اعطوني هاد القدر ديال الصيجار وديال تمر اعطوني هاد القدر ديال صيجار كيف ما اكت لكم اعطي غالي شاطلية على العقدة ديال اللوز اللي صيبت بها البريوات وديال آآ ودوك الحربلات اللي شاطلية من العقدة ديال مقروض كما اكت لكم في الفيديوهات اللي قبل ديال البريوات وديال اللي درتوا لكم في خاص فيديو خاص بالبريوات بالنسبة للبريوات والصيجار الى بغي الى كان عندكمش الوقت ولا عيتهم في تحضير ديالهم ما يمكن لكمش انكم تقليوهم وتعسلوهم ديك ساعة يمكن لكم تخليوهم في المجمد وجبدوهم ساعة قبل وعد قليوهم يعني كيبقى واحتفضو على نفس نفس طعم ديالهم ما كيتغير ما حتى حاجة وغتحصلو على نفس النتيجة يعني ما تخافو حتى حاجة يلخليتوهم في المجمد يعني بعد مرة تكتصايب واحد كمية كبيرة وكتعيا يمكن لكش انك تقليها ديك الساعة ولا تعسلها يعني من الاحسان خليوهم في المجمد تتكونوا مرتاحين وجبدوهم بساعة قبل على ما كيتلقوهم زيان وديك الساعة كتقليوك يعطوكم نفس النتيجة بالنسبة للصيجار ديالي انا درت زيت ديالي دافية من بعد ما هما اه اه تقلوا معايا مزيان يعني كمكت لكم كندير زيت دافية كنستفيها للصيجار ديالي على عافية متبسطة باش كتدخل معهم الطياب مزيان يعني تمورو بدوك يتحمروا معايا وهو ما سخان غادي نديرهم في العسل ديالي وكنخليوهم حتى كيشربو العسل مزيان من بعد كن بدو نصفيهم يعني تقريبا نفس الطريقة ديالي البريوات ونفس النتيجة يعني واحد قرميشة فيهم وخصامني كتخليوهم حتى كيشربو العسل مزيان يعني كيدخل ذاك العسل ديالي العسل داخل ديالي الورقة دي البسطيلة يعني كيدخل حتى العقدة يعني كيجو مالكين من الداخل ومقرمشين من الخارج يعني كنخليهم مزيان حتى كيشربوا داك العسل مزيان خصوصا انني انا مل مقلحة تهم في في العسل دياني ما كنحتاج لنسخنوح لا حتى حاجة حديك الحرارة ديال ديال السيقار وهو سخون يعني كي كتدوز للاسل يعني كي يولي كي يخفاف معاك العسل ديال اني كتدخلوا الحرارة ديال السيقار اني كنصفيهم بها الطريقة من بقالية الا نقول لكم رمضان مبارك سعيد وكنتمنى تتجربوا هاد الوصفات كاملين السلام عليكم